مساء الخير في يوم الهدى يوم رسول بعث ليتمم مكارم الأخلاق كان هناك بعد أكثر من 1400 عاما من يشوه صورة إسلامه النقي ويضعه على حد السيف ويجز الرقابة على مذبح الكنيسة ومن أدخل الإرهاب إلى الشرق والغرب وخاض حروبا باسم الإسلام واعتلى تنظيمات ومجموعة ودولا ومجاهدين يدفع اليوم إلى حروب جديدة مستبيحا عبارة الله أكبر في أسوأ استخدام كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية اختبرت اليوم لحظات قطع الرؤوس في مهمة جاء بها تونسي عشريني في مكان إرهابي آخر يهدد المواطنين في أفينيو تحت صيحات التكبير نفسها لا رابط بين نيس والدكوان اللبنانية التي صحت على رصاص أوقع قتيلا وثلاثة جرحة في حادث لا تزال تفاصيله غامضة حتى الساعة وفي بلاد تعيش على وقع المفاجأة فإن كل شيء متوقع حيث الرصاص يطلق في الأفراح والأحزان والقوانين تستباح حتى من واضعها فبعد فاجعة التطقيق الجنائي وسقوطه من علو مرتفع وارتطامه بالسرية المصرفية وقانون النقد والتسليف يجري الأعداد لطعن في قانون صدر عن مجلس النواب وأيده معظم الكتل وحياله تردد أن رئيس الجمهورية طلب إعداد طعن يوقعه عدد من القضاة يبطل مفعول المادة السابعة والأربعين من قانون المحاكمات التي تجيز حضور محام في أثناء التحقيقات الأولية مع المشتبه فيه وباللبنان الفصيح السلطة تريد لأي موقوف ألا يخرج إلا بوساطة من زعيم وعبر هاتف من رجل سياسي إلى قاد مناوب وليس وفق الأطر القانونية وإذا كانت الجنايات محروسة بالقضاة فإن سرقة السيارات تجري بمؤازرة أمنية إذ تشير أرقام مكتب السرقات الدولية إلى أن عمليات السرقة وسلب السيارات بالتهديد وقوة السلاح بلغت أعلى معدلاتها لكن اللافت أن خريطة عمليات السرقات واضحة للأجهزة الأمنية حيث تتولى تنظيمات وشبكات استخدام أفراد لسرقة السيارات والتوجه بها إلى إحدى القرى اللبنانية على حدود منطقة القصر لتصبح في الداخل السوري غير أن الصدمة تكمن في تورط عناصر أمنية ضبطت وهي تحاول تسليم سيارات في منطقة البقاع على كل هذه المحميات والسرقات وتجاوز القوانين تستمر الزراعة السياسية في الحكومة لتأليفها وفق التخمين المتبع أصولا منذ ثلاثين عاما وبتأنن نبت على ضفاف قصر بعبدة تنضي عملية التأليف محتفظة لمجالسها بالأمانات وكأن كلمة السر قد نزلت منذ ما قبل التكليف فعهد العهد الذي كان مستعصيا ورافضا العودة إلى الحكومة بدأ بكلمة السر أعادته إلى رئاسة الحكومة فيما رئيس الجمهورية الذي قطع يمينا بألا يعود زعيم المستقبل إلى السراية تنازل عن قراره جبران نفسه عنوان التعطيل تدار خلف الكواليس السياسية جملاط بدل موقفه بين مقابلة وضحاها حزب الله أبدى فائض المرونة في وقت اتبع المعارضون أسلوب السكينة والمعارضة النعمة فالقوات تبدي مواقف بدوس خفيف فيما لجأ بهاء الحريري إلى حل المنتديات والتعاطي بواقعية مع الشأن اللبناني وكلمة السر هذه لم تأتي شرقا بل هبت غربا ومن ثنائي فرنسي أمريكي اختتمه وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون السياسية ديفيد هيل معلنا دعم بلاده لتولي سعد الحريري رئاسة الحكومة اللبنانية